مساء الفل نهاردة هنتكلم عن برنامج رامز نيفر اند الاعلان لسه نازل وشوية حاجات كده هنقولها طبعا اسم البرنامج ريخم اصلا رامز نيفر ان يعني مستحيل ينتهي وده بسبب انه مفيش افكار خلص يعني رامز قلب الاسد رامز كبد الحوت رامز معلينة يعني كفاءة نكملش عضاء ولكن مفيش كرياتيفتي وخلص نا رامز نيفر اند مش عايز وجع الدماغ ولكن الحاجة الحلوة انه الضيوف شكلها صرفة المرة دي شكل الدنيا الانتاج كمان اكتر فعندك محمد رمضان عندك احمد السقق وعندك ياسمين عز الجدعان الحلقة دي هتبقى من اكتر حلقات مشاهدة في تاريخ رامز اول حاجة المقالب واضح ان هي يعني هزار بوابين عندنا في مصر بجد يعني حاجة بقى بتقع وترتف وشك ومش عارف ايه وتعبان بيقرسك اقتلهم طب في الاخر ايه المشكلة ايه انا مشوفتش كده فالحلقة بتاعت ياسمين عز انا بشوف ان هي هتبقى حلقة تاريخية نظرا ان هي بتحظم في الراجل جدا والراجل والفرعون انت روحتي مع واحد يا زين ما اختارتي هيكراهج في صنف البني قدمين تمن مش رجالة بس الناس كلها طبعا مستنية الستات معظم الستات والبنات يفشوا بقى غليلهم في ياسمين يشوفوا ايه اللي احصلها ايه النفخ اللي احصلها وشوفنا احمد السقه بيعود تعبان فيش كده اجد وشوفنا محمد رمضان تقريبا وشوفنا ممسرين كتير كان فيه ناس بتقول ان هو هيكون فيه كريستيانو رونالدو ما ظنش لان روكريستيانو اكيد كان هتحط في التريده اكيد يعني كان هينهي به مكانش هيبتدي به ولكن الناس اللي موجودة واضح انه مش عارف ممكن ممكن السنة دي رمز يبقى احسن من السنة اللي فات السنة اللي فات بالنسبة لي كان في برنامجي اللي اسوأ في رمضان كان واخد اسوأ برنامج بجد يعني ملل بقى هو ما عارفش بس من ناحية تانية لو جدا نبص يعني نبص لها ممكن تقول ان هي اهانة قوي اهانة قوي للممثلين اللي بيحصل فيهم من برنامج رمز اهانة بس بيقباضهم يعني بيقول لهم شكرا وخلاص لا بياخدوا مقابل محترم جدا جدا يغطي الحاجة دي وفي الاول في الاخر ده هزار ما كانش حاجة جد يعني اهم مش عارف بس انا وجهة نظري ممكن اه المقالب المرة دي تكون ايه يعني ارخم شوية اهم بالطبع مش هيكون فيها ضحك قدما لو انت متدائم من حد او متغاز منه تشفي غليلك بس بس هزار طبعا مش هتكون حاجة يعني سخيفة اهم بس ده اللي عندي قلولي ايه رأييكم في الاعلان لما تشوفوه ومستاني حالة ياسمين عايز جدا يعني يعني عايز شوية تبقى اسئلة اللي بتتقال دايما في الاول دي هترد تقول ايه واتمنى بس حاجة صغرة من معدين برنامج رمز ودي مستحيل تحصل طبعا بلاش الانترو السخرية بتاع الضيوف وهم نزلين بجد موضوع انت بقى لقى 11 سنة بتعملوه 11 سنة يا جماعة مفيش افهات جديدة خلاص مع انه الموضوع بيقلب لسخرية مش كوميديا تماما انه يجيب واحد تخيني اه بص بقى هضبت المواطمة مدخلة علينا ودي محتاجة اربع يشيلوها بلاش الكلام ده خليها ماشي خليها زار بوابين الموقف او المقلب اللي انت هتعملوه لكن بلاش دي اتمنى يعني اه مش هضيحصل بس قلنا نقولها ده اللي كان عندي نهاردة شوفوا فيديو جديد سلام